هذا الأسبوع شفت حضراتكم كيف أن ثورة أخمدت الثورة الأولى بالثاء والتانية بالسين وما بينهما أداء رجولي ونضالي رائع جدا من لعبة النادي الآلي أفضل إلى تأهل مستحق وبتصدر المجموعة ودخول دور التمانية لدور أبطال أفريقيا اللي الأرعى بتاعته هتقام إن شاء الله في مقر الاتحاد هنا في القاهرة يوم الأربع صباحا أو في أحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل الساعة 7 مساء الكابتن سيد عم حفيز هيكون ممثل للنادي الأهلي في هذه الأرعى باش مهندس الأهلي عنده ثلاث احتمالات عشان حضراتكم تبقوا فاهمينها الأربع مجموعات في الأربع أوائل هتتعاملوا الأرعى كل فريق من دول هيواجه أحد التواني دي لقطات من قرعة البطولة الماضية وبالتالي فالفريق مش هيواجه تاني مجموعته الأهلي صعد معه سيمبا التنزاني بمفاجأة كبيرة ومدوية هنجيلها برضو فمش هيلعب مع سيمبا هتتعملوا الثلاث أندية ممكن يلعبوا مع الأهلي سانداونز الجنوب أفريقي حوريا كوناكري الغيني وشباب قوسانطينة الجزائري يا قوسانطينة الجزائري يا حوريا الغيني يا سانداونز الجنوب أفريقي حطط لك البسكت قدامك اختار واحدة بقى منزمة البسكت هارد لك للأهلي اه هي حاجة رجال كرة السلأ خسروا من الجزيرة في اللحظة الأخيرة التعادل مع لها في الثانية الأخيرة مع لها لعشان بفيه اكسير تايم ويفوس بفارق سنجل لا есть نقطة واحدة واحدة ثمانين ثمانين في سواني الأخيرة أيضا ثمانين تسعة وسبعين الغين أظن ثمانين تسعة وسبعين يعني ما احنا كنا هنا احنا كنا نمتابع بالضبط لكن هذا يعني أن النادي الآلي يقدم موسما مميزا في كرة السل أن تخسر في وقت إضافي بهذا الفارق الضيق جدا وكنت أقرب بكثير من الفوز هذا يعني أن البسكت الحمد لله يعني في دائرة المرشحين للبطولات لكن طالما أنك حطيت للبسكت بتاع القرعة لا أنت عايز دخل على البطولة بقى عايز تكسى بالبطولة فليكن ما يكن يعني لكن أنا أقول لك مش عايز أروح مع الساند داونز ليه مش وارد صفر بس مش عايز أنا مشاور الطويلة دي بقى اللي تجهدنا قوي يعني جنوب أفريخة مش وارد صعب غينية مش قريبة برضه فليكن عموما هنشوف القرعة حورية كونكري هنشوف القرعة تسفر عن إيه لكنه كمان الأهلي بعد أن فرغ من المشوار الأفريقي بالتآهل بيستعد للمباراة المهمة جدا مع الزمالك مباراة القمة يوم 30 لازم نبالك بقى لزمالك تآهلوا تآهلوا لأين لدور الثمانية في كونفدراني صحية أتى من بعيد وستطاع أن يحقق ما حققوا الأهلي الموسم الماضي الشبير المستحيل إنه هو يبقى في المتعسر البداية بعدين يعمل نهاية ولا أجمل وستطاعوا أن يتآهل لكن اللافت للنظر حجم العرب الأفرقة المتآهلين فمنطقي جدا جدا في وسط كل الأندية العربية الإفريقية التي تآهلت أن يكون الأهلي وزمالك بين المتآهلين يعني ما تسألك هتبقى بالعكس بقى لو غاب أحدهما عن التآهل إحنا ماشيين في دور الأبطال وزمالك ماشي في الكونفدرالية ربنا وفقنا ونسعد مصر بشقية يعني التمانية الكبار في دور الأبطال نصوم عرب أربعة عرب أيوة أيوة أنا أقول لك منطقي يعني لا حتى في الكونفدرالية وفي الكونفدرالية نفس الشيء فيه تمانية فيه تمان عرب تمانية عرب موجودين في البطلتية في البطلتية طبيعي أن يكون الأهلي أحد الأربعة وزمالك أحد الأربعة كل التوفيه إن شاء الله لكل الفرق المصرية كابتن سيد عبد حفيز هيحضر القرعة زي ما قلت لحضراتكم له تصريح كمان أنه الجهاز هيعمل المباراوط دي يجهز بقية اللعيبة لمباراة القمة خلال الأيام اللي جاية المباراة ما تحددش طرفها التاني مين أحد أنديت القسم التاني في الغالب لكن كمان موعد المباراة لم يحدد بعد ده في إطار الاستعداد للقاء القمة يوم 30 مارس إن شاء الله وفي تأكيد من كابتن سيد بخصوص القرعة إنه كمدير كورة والجهاز الفن بيحترم كل المنافسين وبيرحب بأي ما تصفر عنه قرعة البطولة الأفريقية وبالتالي قال الأهل جاهز لمواجهة أي فريق وكل الأندية عنده لها كل التأدير والاحترام طالما إن الأهل هدفه الأساسي السعي للفوز بالبطولة